تقوس الساقين الحال المعروف باسم جنيو فارم أو الساقين القوس تشوه يتميز بالانحناء الخارجي عند مفاصل الركب مما يعطي الأرجل مظهر القوس وهذا يسبب ألم الخشونة في جميع مفاصل الأرجل من الظهر وحتى القدمين والعرج أثناء المشي وعدم التوازن أثناء الوقوف بهذه الحلقة شرح خطورة تقوس الساقين وطريقة العلاج المضمونة بالمنزل للتخلص من الأعراض بإذن الله تعالى تابع معي تقوس الساقين أكثر شيوعا عند الأطفال تحت سن السابعة قد لا تبدو أي أعراض على الطفل وفي معظم الحالات تختفي المشكلة مع التقدم بالعمر فقط نحتاج ترك الطفل يلعب تحت أشعة الشمس أما تطور تقوس الساقين في أي عمر بعد السبع سنوات بزاوية أكبر من عشر الدرجات فهي حالة طبية وتدل على مشاكل في مفاصل الأرجل وإذا تركت دون علاج فإن الاحتكاك والتآكل غير المتكافئين على جانبي الركب يؤدي لالتهاب المفاصل في وقت مبكر وقد يحتاج المريض لعملية تبديل المفصل فيما بعد سبب المشكلة هو مزيج من ضعف العضلات وارتخاء الأربطة وتغيير في زوايا العظام الطبيعية يحصل إنحناء خلفي للحوض وتجبر عظمة الفخد للدوران الخارج ومع الوقت تقصر عضلات الفخد الداخلية وعضلات الكاحل وكنتيجة لهذا الاختلال الميكانيكي يقع العبء على الركبة وتكون هذه الزاوية هذا يضاعف الاحتكاك في الركب ويسبب ارتفاع أقواس القدمين وآلام والتهابات متكررة لا تقلق إذا لم تكن الحالة خلقية منذ الولادة فيمكن علاجها بخطوات مدروسة تبدأ بتخفيف الوزن وممارسة تمارين علاجية لإطالة عضلات الفخد وتقوية عضلات الحوض والأقدام حشرح الآن هذه التمارين وإذا صعب عليك أداء أي تمرين في البداية فلا تستسلم لأنه لا يعني أنك فشلت الاستمرار والمحاولة هو سر نجاح أي شيء ابدأ بعمل ما تستطيع فعله ومع الوقت سوف تتقدم وتتقن التمرين وتحصل على النتائج المرغوبة التمرين الأول إطالة العضلات تمارين إطالة العضلات الخلفية للساق يساعد بشكل مباشر على استقامة الركبة وضعية التمرين قم بلف حزام الإطالة خلف مشت القدم ثم استلقي على ظهرك بهذا الشكل للقيام بالتمرين قم بسحب الرجل للأعلى بدون ثني الركب واستمر بالسحب حتى تشعر بشد جيد خلف الفخد ثم توقف وثني الكاحل للأمام لتشعر بشد خلف الساق بهذه الطريقة تأكد من استقامة كل الركبتين أثناء التمرين احتفظ بهذا الشد لمدة 15 ثانية ثم استرخي وكرر التمرين 5 مرات وبعد الانتهاء انتقل لتمرين الرجل الأخرى التمرين الثاني إطالة العضلات المسؤولة عن الدوران في الحوض بهذا التمرين نعالج عدم تناسق عضلات الدوران الخارجي في مفصل الفخد Hip External Rotators وضعية التمرين استلقي على ظهرك مع ثني الركب ضع أحد الأرجل فوق الأخرى بهذا الشكل استخدم حزام التمرين وقم بلفه من خلف الركب للقيام بالتمرين اسحب الحزام لجذب الركب لاتجاه الصدر حتى تشعر بشد مريح في أسفل المقعدة بهذه الطريقة استمر بالشد 15 ثانية ثم استرخي وكرر ذلك 5 مرات وانتقل بعد الانتهاء لتمرين الرجل الأخرى التمرين الثالث تقوية عضلات الحوض العميقة Hip Internal Rotators وضعية التمرين استلقي على جانبك وثني الركب بزاوية قائمة وثبت الجذع بهذا الشكل للقيام بالتمرين ثبت الركب العلوية ثم قم برفع القدم فقط للأعلى بحركة دوران من الفخذ بهذه الطريقة ستشعر بقبض جيد في الحوض ويدل على قيامك بالتمرين بشكل صحيح تكرر هذه الحركة عشرة مرات بثلاثة مجموعات متتالية بعد الانتهاء انتقل لتمرين الجانب الآخر للتقدم بالتمرين بعد عدة أيام من إتقانك للحركة يمكنك إضافة مقاومة عن طريق إضافة مطاط التمرين ثيراباند أو ريزيستنس لوب عند الكاحل بهذه الطريقة ممارسة هذا التمرين يوميا يعطي نتائج ملموسة بوقت قصير جدا التمرين الرابع تقوية عضلات الفخد الداخلية Hip Adductors وضعية التمرين استلقي على أحد الجانبين ثبت الجذع وارفع الرجل العلوية على كرسي أبقى الركب مستقيمة والكاحل بزاوية قائمة بهذا الشكل للقيام بالتمرين ارفع الرجل السفلية للأعلى من نفسها للحوض ستشعر بقبض جيد في الحوض ويدل على قيامك بالتمرين شكل صحيح تكرر هذه الحركة عشرة مرات بثلاثة مجموعات متتالية وبعد الانتهاء انتقل لتمرين الجانب الآخر التمرين الخامس تقوية عضلات الكاحل وضعية التمرين اجلس على كرسي ولف مطاط التمرين حول مشطي القدم بهذا الشكل للقيام بالتمرين ثبت أحد الأقدام ثم قم بتدوير مشط القدم الأخرى للخارج بحركة دوران من نفسها للكاحل بهذه الطريقة تكرر الحركة عشرة مرات بثلاثة مجموعات متتالية وبعد الانتهاء انتقل لتمرين الجانب الآخر يساعد هذا التمرين في تصحيح عدم التناسق في عضلات الكاحل وهذا كل شيء داوم على ممارسة هذه التمرين مرة في اليوم ولمدة ثلاثة أشهر على الأقل وسوف أضمن لك الحصول على أرجل مستقيمة بإذن الله تعالى وفي الختام لا تنسى تشاركنا تجربتك مع التمارين في التعليقات وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك لمتابعة قناة سكون ميد هذه القناة ليست ممولة من أي جهة لذلك نقدم لك الحقائق كاملة والتجارب العملية بدون أي انحياز هذا العمل مكلف جدا دعمك المادي لنا ولو بالقليل مأجور لأنك تساهم باستمرار هذا العطاء بشكل مجاني أدعوك بالانتساب بالقناة لدعمنا شهريا أو التبرع مرة واحدة من خلال زر الشكر معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله وعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر